بدأ أصوات تانية تتعلم مع تقلق وسامة أبو علي وهسألك على وسامة أبو علي طبعاً أو يعني ظهوره بشكل جيد بس بدأ الكلام يتقال تاني هو ليه الأهلي جاب مودست ومين اللي بيختار في الأهلي ومودست صفقة مضروبة في النادي الأهلي مودست تقيمك للحكاية بتاعت مودست دي من أولها لأخيرها ايه من أول ما الأهلي جابه من دورتوموند لحد ما وصل أو ما بعد دورتوموند لحد ما وصل لمرحلة منه خلاص ما بقاش فيه أمل لا بص مودست من بداية من بعد أول يعني اللقائين ثلاثة خلاص هو الستيل بتاعه يعني أنا دايماً دايماً أقول وإنت بتختار لعيب اللي هو لعب كويس بس يليق على الزمالك مليقش على أهلي يليق على الإسماعيلي يليق على المحل يليق على الاتحاد يليق على كل شخصية أو كل كراكتر يليق على نادي مظبوط هو لعب كويس في كل الأحوال بدليل أنت لعب كويس جداً في نادي بتروح وديه مثلاً لأهلي ما ميمشيش أو العكس لما بتجي تختار دايماً تركيبة اللعيب وشخصيته مهمة جداً على أنت هتودي فين يعني داي يروح هنا وده ما يروحش هنا هو لعب كويس عشان كده أقول أنه هو تركبته وتكوينه الجسماني بعيداً عن العمر لأنه دايماً فيه لعيبة عنده أربعين سنة في الدوري ومن أحسن لعيبة في مصر ما فيش مشكلة مخامسة تجيب سنة دي في أوروبا يعني لو هاتقى ونت جاي عالساً متعاد معه سنة واحدة ما ممتخي ما عنديش مشكلة في العمر أنا عندي مشكلة في الستايل ستايل حركته وطريقة لعبه بتخلي طريقة اللعب الأهلي تبقى بطيئة عظيمة لأنه دايماً رأس الحرب عندك لو ريتمه سريع فكلنا هيبقى ريتمه سريع لو هنا ريتمه هادي هيتلاقي الدنيا كلها بالنسبة لك صعبة تبقى صعبة ولكن هو بيلعب السهلة جداً بس الكراكتر الحركة والجري والترنات في حاجات كتيراً في تفاصيل في الكرة مش صعبة نعمل